وعلى هامش أعمال قمة دول جوار السودان استقبل الرئيس عبدالفتح السيسي رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد لاستئناف مناقشات بينهما وقال المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الزعيمين جدد تأكيد إرادتهم السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين سياسيا واقتصاديا وثقافيا وذلك انطلاق من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين الشقيقين بما يسهم بشكل فعل في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة ونقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبية حيث اتفقا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء السد النهضة وقواعد تشغيله واتفقا على بدل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر أضاف المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن إثيوبيا أوضحت التزامها أثناء ملء السد على العام الهايدرولوجي 2023-2024 بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان بما يوفر الاحتياجات المائية لكل من البلدين ترجمة نانسي قنقر